سؤال من اموشا 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 هير مين انت مين انت اه انا اسم حمود لقبي ابو يوسف المصري اه سبعة عشرين سنة بقية التفاصيل بقى خارجي هندسة ومقربش او بتواحجات زي كده من حوالي سنة زي النهاردة قابلت شوية ضروبات وشوية مشاكل غارت كارير حياتك بالكامل في مجال الشغل والتيهة في مجال الربح اونلاين اه عانيت كتير جدا الفترة اللي فاتت وهاملكم حلقة بخصوص على الماضي ده في نص لابتها بس هو ده هو ده انا باختصار اه انا اللي معكم دلوقتي وبتكلم دلوقتي مش انا اللي كنت مدارح ولا الاسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات ولا السنة اللي فاتت في ناس كتير ما بتدركش ده الناس بتتغير ولو اقول بتتغير والافكار بتتغير انا كمان بتغير يعني ممكن اكون الشهر اللي فات او السنة اللي فاتت اخدت موقف عدائي من حد والنهاردة مش لا عدائي ولا غير عدائي ما عادش بيتماغي او ممكن النهاردة سمحته ممكن النهاردة فالفكر بتغير كل يوم بيعدي ده بيكون فرصة بالنسبة لك انك تكون انسان جديد تكون بني ادم جديد تكون فكر جديد تغير في المجتمع اللي حوليك بشكل ما بس فانا مجرد واحد عايش حياته وعارف ان هو هيجي في يوم من الايام وحيموت مش هاخد اي حاجة من الكلام ده اكتر من آآ حاجات آآ تخلد اسم يعني زي زي علم او معلومة بفيه بقى حد زي سيرة صالحة زي دعوة زي ابن يدعيلي زي او ابناء يدعولي مش شرط يعني او ابناء يدعولي يعني شعب كتير منكم ربنا واحد عالم انا معلوم زي اولادي يعني بس فالمحصلة في الاخر كلنا هنموت بس انا حابب ان انا لما موت مبقاش جيت الحياة كده ووزبتها زي الناس كتير يعني انا انا تولدت زي زي اي حد ومش حابب ان انا لما موت يكون زي زي اي حد اتمنى ده ترجمة نانسي قنقر